إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آته اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تطمئن القلوب بما تطمئن القلوب هذا العنوان هو جزء من الآية 29 من سورة الرعد قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا وحي الله الطاهر هذا كلام الله في كتابه العزيز فيه التوجيه والإرشاد والشفاء والدواء والأمل فيه الخير كله سورة الإسراء الآية الثلين وثمانين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي سورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما أحواجنا إلى اطمئنان القلوب خاصة في زمن كثرت فيه المنغصات تعددت فيه العقبات كثرت فيه الأزمات ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن من كان له قلب هذا القلب العامر بالإيمان الموصول بالرحمن فلا خوف عليه في الدارين في دار الدنيا وفي الدار الآخرة لقوله تعالى في سورة الشعراء في الآيتين ثمانية وثمانين تسعة وثمانين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر هو أيسر العبادات لا يحتاج إلى وضوء لا يحتاج إلى هيئة من الهيئات الإنسان يتمثل هذه العبادة عند الإقامة وعند الصفر بوضوء وبغير وضوء في كل حال وهو في حالة الاستلقاء للنوم في جميع الأحوال لقوله تعالى في سورة العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالذكر إذن هو أيسر العبادات لذلك أرشدنا الوحيان القرآن والسنة إلى أن نكثر من ذكر الله ربنا قال في سورة الأحزاب يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إذن فالذكر أيسر العبادات والسنة المطهرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ترشدنا إلى أنواع من الأذكار والأدعية في كل حال يستيقظ الإنسان صباحا فيذكر الله كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره والصلاة ذكر وعقب الصلوة نذكر الله بالاستغفار والدعاء إلى غير ذلك وعند السفر ندعو الله في السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون اللهم أن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى أخ الأدعية وعند الرجوع أيبون تائبون عابدون وفي رواية ساجدون لربنا حامدون إذن هذه أذكار وإذا نزل الغيث والمطر أيضا نذكر الله عز وجل وندعو بقولنا اللهم صيبا طيبا والله اللهم صيبا نافعا نذكر الله من جهة ونتناغم وننسجم مع ما يحصل في الكون من أحداث من نزول أمطار أو من هبوب الرياح أو رعد كل ما يحدث في هذا الكون لنا نملك أدعية خاصة نذكر بها الله سبحانه نذكر بها الله سبحانه وتعالى والذكر أنواع النوع الأول هو ذكر الأسماء والصفات والذكر والنوع الثاني هو ذكر الأوامر والنواهي والنوع الثالث هو ذكر النعماء والألاء الأول ذكر الأسماء والصفات أي نذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وصفاته العلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نقول الله الرحمن الرحيم الواجد الودود الغفور إلى غير ذلك من أسماء الله الحسن ومن صفاته العلا حينما نقول أن الله هو الحي نعم هو الحي نحن أيضا أحيا ولكن حياتنا مؤقتة تنتهي بموت تنتهي بشهيق أو زفير أما حياة الله عز وجل فهي مؤبدة ونقول أن الله الوارث ونحن أيضا ورثة فالورثة يارثون المورثين والورثة يصبحون في يوم ما مورثين وهكذا تنتقل المورث من المورثين الورثة إلى أن تنتهي الدنيا والوارث الحقيقي هو الله جل جلاله كما قال ربنا في صورة الحديد في الآية العاشرة ولله ميراث السماوات والأرض والنوع الثاني من أنواع الذكر هو ذكر الأوامر والنواهي حينما يأمرنا الله الله بالصلاة فنؤدي الصلاة فقد استجبنا لأمره فقد ذكرناه أقيموا الصلاة وحينما يأمرنا بالزكاة وآتوا الزكاة نؤدي الزكاة إذا توفرت عندنا الشروط وهكذا وسائر ورمضان ربنا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية 185 من صورة البقرة وقبلها في الآية 183 يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون حينما يأمرنا الله عز وجل بتجنب الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا نتجنبه وحينما يأمرنا بالصدق نصدق القول ويأمرنا بالمحافظة على الأمانة نحافظ على الأمانة في صورة النساء الآية 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذن هذا أمر وإذا أطعنا هذا الأمر فقد ذكرنا الله عز وجل مباشرة جاء قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذن فالنوع الثاني هو ذكر الأسماء والصفات والنوع الأول ذكر الأسماء والصفات والثاني هو ذكر الأوامر والنواهي أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين أما النوع الثالث للذكر هو ذكر النعماء والآلاء ربنا عز وجل أعطانا النعم التي لا نحصيها عددا أوجدنا من العدم تلك نعمة كبيرة أرسل إلينا النبيين والمرسلين للتوحيد من أجل التوحيد الله تلك نعمة عظيمة قال تعالى في صورة الأنبياء في الآية 25 وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ تلك نعمة أخرى أعطانا الله عز وجل الإسلام وبه اكتمل الدين كما في صورة المائدة الآية الثانية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فسمى الإسلام نعمة نعمة عظمى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أعطانا البصر وأعطانا الصحة وأعطانا أعطانا من النعم التي لا نحصها عددا بداي لقوله تعالى في صورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يمكن للبشر ولو اجتمعوا أن يشكروا الله عز وجل لا يمكن لهم أن يحققوا هذا الشأوى العالي المطلوب ولو اجتمعت قلوبهم ونطقت ألسنتهم لأن الله الحق قال الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقط أرشدنا القرآن والسنة إلى أن نشكر الله عز وجل مع الوعد بالزيادة ولئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقليل من عبادي الشكر وقال تعالى آية الشكر كثيرة جدا وسيجزي الله الشاكرين الله يعطينا النعم فإذا شكرناه يجازين بالأجر ثم يبارك في تلك النعم وسيجزي الله الشاكرين نسأل الله أن نكون من الذاكرين الشاكرين الله مش في مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين الله مخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم افتح لجميع الحاضرين والغائبين أبواب رحمتك اللهم يا ربي استر أمورنا وحقق أمالنا وافتح لشبابنا أبواب رحمتك اللهم اجعلهم جميع من أعلام الهدى وجعلهم جميع من مصابيح الدجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله استقيموا استقيموا أرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَا الْحَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ الله أكبر سَمِعَ اللّٰهُ لِمَا الْحَمِيدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله